مصري والتاني عنصر سعودي تمام بعد كده بقى ايه لما دخلت المواجهة الكبيرة بين مصر وبين هذه الجماعة بدأ ينضم لهم عناصر تانية تكفيرية كان بيتم تدريبها للسفر للجهات في سوريا ضد النظام وضد الشيء استاذ اشرف يعني الى اي مدى جماعة انصار بيت المقدس نموذج مصغر من تنظيم القاعدة فيما يخص نفس الافكار نفس التوجه نفس الاسليب والاليات المستخدمة والمستعملة في العملات الارهابية المختلفة بص عايز اقول لحضرتك حاجم برضك الامانة هو فكر القاعدة يختلف عن فكر الاخوان ويختلف عن فكر حماس لكن هو ما يحدث الان هو عبارة عن مزوجة المصالح انه الكل شايف انه في البداية كان انه الكل هيشارك في الحرب ضد اسرائيل بعد كده الكل هيشارك في الجهات ضد الانظمة الكافرة في الدول العربية هما بيعتبرون كفار بيعتبروا كل المصريين كفار بيعتبروا النظام في مصر فاسد وما الى ذلك هؤلاء بيؤمنوا بانه لابد من اقامة الدولة الاسلامية انه ما فيش حاجة اسمها حدود قطرية لا مصر ولا فلسطين ولا سوريا ولا لبنان وبالتالي الاخوان في مرحلة ما بعد سقوط حكمهم بقوا يعتمدوا عليهم بشكل اكبر خاصة الاخوان حياءوا الاجواء لكده لما اطيح بمرسي ما قالوش ان ده كان صراع سياسي وان مرسي فشل على المستوى السياسي لا قالوا ان دي حرب ضد الاسلام ودول اللي كانوا في 30 يونيو ودول العلمانيين وما الى ذلك وده اشبع الحتة اللي عند هؤلاء التكفريين واعضاء القاعدة وما الى ذلك فالكل دخل في معسكر واحد وفي الجالب بيكون تحالف مؤقت ضد الدولة المصرية وضد الدولة السورية وعلى اساس ان هما يسقطوا الدولة المصرية والسورية ويسحف الجيوش نفس ما حدث في افغانستان عندما تحالفت جماعات المجاهدين ضد الاتحاد السوفيتي وعندما انهار تقاتلت فيما بينها وسيطرت القاعدة وسيطرت طالبان في النهاية اذا حدث اقترع ان هذا التحالف هو تحالف مؤقت تمام طب اي مدى اعطى رئيس المعزول محمد مرسي الملاذ الامن لهذه الجماعات الارهابية والتكفرية في سيناء حتى يردون له الجميل انجاز التعبير في هذه الايام بس هو الاخوان يعلم منذ البداية ومنذ سنوات طويلة ان الجماعات الجهادية تشك فيهم وانهم لدى الجماعات الجهادية قناعة من زمان ان الاخوان ليسوا جماعة دينية وانما جماعة سياسية وعلشان كده الاخوان حاولوا لما بدأوا يوصلي من السلطة ان هم يملئوا هذه الجماعات يتقربوا منهم يهدوهم ويسكنوهم نفس اللي حصل قبل كده في جزء لما حماس سيطرت الجماعات الاقصد تشددا بدأت تفجر مقاهل انترنت ومن الى ذلك بدأت حماس تتفاوض معهم طيب احنا هنسلكوا تشتغلوا ضد اسرائيل بس ما تعملوش حدا في الداخل طب هتشتغلوا ضد اسرائيل من هنا اسرائيل هترد علينا واحنا لسه ما تمكنناش تبقلوب واشتغلوا من سين نفس القصة الاخوان عملوها في مصر الاخوان قالوا ان احنا علشان نقدر نياجه الدولة العميقة ونقدر نفاكت جزرها ونقدر نسيطر ونأخن الدولة لسكت الناس دي الناس دي عايزة ايه عايزة تجاهد في افغانستان في سوريا افتح لهم معسكرات تدريب في سينة وافتح لهم معسكرات تدريب في المنطقة الغربية في السلوم وما تروح ويروحوا يتضرابوا في الصحراء اللي بيه وبالتالي اوجدنهم المكان اللي قدروا يتجمعوا فيه ولما مرسي شخصيا خرجوا اعلن الجهاد على سوريا كان اكبر حاجة شجعت هؤلاء ان هم يتجمعوا ويجيبوا عناصر ويظهروا العناصر اللي كانت مختافية وزود قوة هؤلاء الافراج عن الناس من السجون واسقاط احكام عن قتلى زي عاصم عبد الناجد والسماح للهربوا من السجون اللي هم يتوابضوا بشكل علني وبالتالي الاخوان اوجدوا لهم الملازل الامن اللي كبروا وتحركوا بالخلق تمام طب تسمحني احنا نتوقف الان مع هذه المداخلة مع سيادة الواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي سيادة الواء بعد التحية كيف ترى التعامل العسكري والامني الانسب في هذه الاوقات للقضاء على العناصر الارهابية والاجرامية في مصر اولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتنا لحضرتك ورديشك الكريم علينا بس في نقطة محددة كده عشان الناس تفهم عندنا المصير احنا كانت الدولة محددة بتنظيم متكامل الاركان وتحت اديه سلاح ومتفجرات كاملة وتمويل له مناهل شديدة جدا خارجية وداخلية ثم كانت المساحة مفتوحة امامه ومترحلة وده كان مهدد للدولة ده انتهى فيه 14-8-2013 المرحلة اللي كانت بعد كده كان فيه اجبار من هذه البقايا لهذا التنظيم المسمى خرام المسلمين في انه يجبر الدولة انه يشارك في الحق وده انتهى فيه 30-8 و31-8 بحدثة جامع الفتح بعد ذلك اصبح لعندنا تنظيم متكامل اصبح التنظيم متكسر ليس له رؤوس ليس له دعم وتمويل وافلنا منابع التمويل واصبح يتوجه ليه ضربات قوية جدا احنا في اخر حالة من حالاته اللي بنسميها رأسة البجعة او بنسميها الرأم الاخير في نفسه وبنتوقع عمليات تفهى وبسيطة لا تؤثر لا في البولة ولا في الروح الشعبية والشعب الايجابي ولا في القوات الامنية وهي قتل او اجرام في قتل شخص معين من وقت الى اخر انت ترى ان هذه الاعمال الارهابية لم تثني الشعب المصري على المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق تأكد حضرتك ليس كلام اعلامي ده كلام معلومات خاصة لما نضيف عليه ان هناك اعادات قوي جدا ويظهر على السطح على المستوى الاقتصادي والمستوى الثقافي والمستوى الاجتماعي والدعم الخارجي السياسي الدولي هذا سلني على هذا الاجرام تماما باذن الله ولكن شكرا البعض يتساءل يعني الى ماذا تستمر هذه الاعمال الارهابية خاصة ان مصر اصبح تستيقظ بشكل يومي او بشكل شبه يومي على هذه الاعمال الارهابية حضرتك بس في نقطة مهمة اوية لما نحسب حجم الخسائر اللي بتحصل واحنا موجودين في حرب حقيقية ضد الارهاب ما فيش حرب في الدنيا ما فيش فيها خسائر لابد ان نعترف بذلك ولكن لابد ان نقيس الخسائر بالنسبة للمكاسب مصر المهاردة بفضل الله خرجت من عمق ويعني منطقة مظلمة شديدة للغاية الى قامة فوق السطح وهذه القامة فينا ماء بفضل من ربنا نطمن اهلنا واحنا منهم احنا ماشيين في السكة الطبيعية والسليمة وهناك مخططات متصعبة امنيا من القوات المسلحة والشرطة في هذا الاتجاه وان شاء الله نطمئن بفضل من ربنا اشكرك جزيل اشكرا سيادة الواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي على هذه المداخلة ومشاهدين الكرام نتوقف معكم الان لهذا الباصل القصير